اشتركوا في القناة صحة وسعادة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء هذا البرنامج تقدم لكم الهيئة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها نحو مجتمع أكثر أمنا وأكثر سعادة فنطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بالجميع فتقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وفي الإخراج معنا المتميز نمر محمد عبده وفي التنسيق الأخة أشواق مسعد وهذه تحيات طبعا فريق الإعداد المتميز فريق قسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي مستمعين مثل ما عودناكم دائما يعني نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الصحية والطبية نبدأها بمجموعة من الأخبار التي طالعتنا بها وكالات الأنباء والصحف المحلية والعالمية نبدأ في برنامجنا بهذا الخبر ليتكلم عن جراحة المعدة لعلاج السكري قالت أبرز المنظمات المعنية بداء السكري في العالم أمس إن إجراء جراحة في المعدة ينبغي أن يقدم باعتبار خيار علاج قياسي لمرضى السكري وقد يساعدهم على السيطرة على حالاتهم الصحية لسنوات دون تناول أدوية طبعا أصدرت المجموعة التي تضم 45 منظمة بيانا مشتركا وصفته بأنه يعد واحدا من أكبر التحولات في إرشادات علاج السكري منذ ظهور الإنسولين وقالت فيه إن جراحة علاج البدانة أو الجراحة الاستقلابية قد تكون لها فوائد كبيرة لآلاف المرضى طبعا فرانشيسكو روبينيو هو أستاذ ورئيس قسم جراحات علاج البدانة في كلية كينجز في لندن قال شارك في كتابة الإرشادات الجديدة أن كثير من بلدان حول العالم يعد السكر فيها وباء في حين أن إجراء جراحة لن يكون مناسبا لجميع المرضى ويجب أن لا ينظر إليه باعتباره حلا سحريا لمشكلة السكر العالمية روبينيو قال إنه يجب عرض مجموعة من الخيارات على المرضى بما في ذلك تغييرات في نمط الحياة وتناول الأدوية والجراحة طبعا صرح للصحفيين في لندن بالنسبة للبعث قد تكون الجراحة أفضل خيار طبعا سكر من نوع الثاني هو حالة طويلة الأمد تتميز بمقاومة الإنسولين ويمكن لكثير من المرضى سيطر على السكر بتناول الأدوية واتباع حمية غذائية لكن المرض عادة ما يكون مزمنا ويكون سببا أساسيا في فقدان البصر الفشل الكلوي والأزمات القلبية والسكت الدماغية وبتر أطراف الأطراف السفلية وتقول للإرشادات الجديدة أن الجراحة التي تستهدف تقليص حجم المعدة وتحفيز فقد الوزن ينبغي أن يوصى بها لعلاج مرضى السكر الذي يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم أربعين أو أكثر بغض النظر عن التحكم في مستوى القلوكوز في الدم لديهم إلى جانب أولئك الذين يبلغ مؤشر كتلة جسامهم ثلاثين أو أكثر الذين لا تتم السيطرة على مستويات السكر في الدم لديهم عن طريق تغييرات في نمط الحياة أو تناول الأدوية تعقيب على هذا الخبر أتذكر في يوم الأيام كنا مستضيفين دكتور زيد المازن في العيادة الذكية وكان يتحدث عن هذا الموضوع شوية الدكتور وزن شوية زايد ونحن نصوره في الفريسكو طبعا التعليقات كلها كانت تتي هذا الدكتور هو شاس ما يعالج السمنة ويسوي عمليات هذا وهو روحه سمين فكان يتكلم الدكتور يقول أنا عندي يعني السكر يموجود عندي لكن لازم أسوي العملية بعد هو كان يتحدث عنه أنا لازم أسوي العملية فالفكرة وين الفكرة أن الدراسة هذه تقول أن هذه العملية مهمة وضرورية وينصحون بها لمرضى السكري وحتى الدكتور قال نفس الشيء بعد قبل لا تطلع هذه الدراسة هالكلام من سنة إذا نوجه هذه التحية للدكتور زيد الله يحفظي يا رب عموما خبر ثاني يقول عدوى بكتيرية وراء فقدان الشهية توصل علماء في جامعة لانكستر بالتعاون مع باحثين من مستشفى جامعة موركاب البريطانية إلى نظرية جديدة مفادها أن عدوى بكتيرية تتسبب في اضطراب جهاز المناع البشري الأمر الذي يقود إلى مهاجمة الدماغ وشعور الشخص بفقدان الشهية وذكر العلماء أن فقدان الشهية هو من نفس العائلة عائلة أمراض مثل متلازمة القلون العصبي ومتلازمة التعب المزمن وقالوا أن النساء أكثر سرعة في التأثر بالأمراض التي تصيب المناعة الداتية مثل فقر الدم الخبيث عندما يهاجم نظام المناعة الخلايا الصالحة في الجسم وأضافوا أن النساء أكثر عرضة من الرجال لفقدان الشهية عشرة مرات كما هو الحال مع مرضى متلازمة القلون العصبي ومتلازمة التعب المزمن الكهرباء تساعد في التعافي من السكتة القلبية على طار السكتة القلبية أنا أبغي أيضا أشير مستمعين أن الهيئة في حساباتها على التواصل الاجتماعي اللي هي DHA أندرسكور دبي بالأمس أطلقت وسم أقوى من التصلب المتعدد أقوى أندرسكور من أندرسكور التصلب أندرسكور المتعدد هذا بمناسبة أن اليوم هو يوم مرض التصلب الويحي المتعدد اللي يبغي يتعرف أكثر على هذا المرض ويبغي يشارك معنا في هذه الحملة اللي سوتها الهيئة على التواصل الاجتماعي ممكن أن يستخدم هذا الوسم سواء على الإنستجرام أو حتى على تويتر فنتمنى منكم المشاركة في هذا الوسم عموما نرجع لخبرنا يقول توصل فريق بحث طبي في جامعة أكسفورد البريطانية إلى أنه يمكن لتحفيز المخ بتيار كهربائي أن يساعد في عملية تعافي المصابين بالسكتة الدماغية وتوصل الفريق العلمي إلى أن المرضى الذين تعرضوا للتحفيز الكهربائي إلى جانب جلسات أو جلسات إعادة التأهيل حققوا نجاحا أفضل ممن خضعوا للجلسات وحدها وشاهد متطوعون خضعوا للعلاج الكهربائي تحسنا أكبر عند تحريك أذروعهم كما شعر آخرون بسهولة أكبر في القيام بمهامهم اليومية وأجريت الدراسة التي نشرت في دورية ساينس ترانزليشن ميدسن على 24 شخص كانوا قد أصيبوا بسكتات دماغية بما لا يقل عن 6 أشهر قبل أن تبدأ التجربة وما زالوا يواجهون صعوبات عند تحريك أذروعهم وأيديهم ووجد أحد المرضى على سبيل المثال أنه يستطيع تناول الطعام بنفس السهولة أو بسهولة أكبر بعد العلاج وشعر آخرون بالتحسن في القدرة على رفع الأشياء والامساك بها والوصول إليها لكن مستويات التحسن تباينت إذ يعتمد ذلك جزئيا على شدة السكتة الدماغية الأولية قال كبيرة الباحثين في الدراسة جوهانس بيرغ والله اسمها اسم مدينة قالت ايه اسمها مثل مثل مدينة في جنوب أفريغ جوهانس بيرغ ما أدري حين أنا تصور يمكن سبحان الله الأسامة تتشابه المهم قالت كبيرة الباحثين في الدراسة جوهانس بيرغ إنها سعيدة بالنتائج وتعتقد أن العلاج نجح من خلال تعزيز قدرة المخ على إعادة نشاطه بعد السكتات الدماغية لكنها شددت على أن هناك حاجة إلى المزيد من التجارب وتقييم الفوائد والتكاليف قبل إمكانية تقديم البرنامج في المستشفيات على طريق لسامي نمر يعني في عندنا ترى يعني عدد من البنات سموهم دبي ايه أنت سميت بنتك دبي ما شاء الله لا والله ما أدري سميته نور دبي ما شاء الله تبارك الرحمن هذا توني أنا عرف والله نمر يقول لي أن سمى بنته نور دبي شو هالولاء الجميل هذا عمر حين ثمان سنوات اي مولودة مع انطلاقة القناة ولا شو اليوم الاتحاد ما شاء الله تبارك الرحمة الله يحفظها إن شاء الله تكون من ذرية صالحة ويحفظ لكم جميع ابناكم وإن شاء الله دائما ما يكونون بصحة وسعادة وخلونا يا مستمعين يا كرام نطلع لهذا الفاصل ومن ثم نرجع لنستكمل مواضينا الأخرى صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي مستمعين اعتمد المجلس العربي للتخصصات الصحية مؤخرا تسعت مراكز صحية تابعة لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة في دبي كمراكز تدريبية وتعليمية لبرنامج البورد العربي لطب الأسنان طبعا هذا البرنامج يعد الاعتماد العربي الأهم في هذا المجال الذي يعكس القدرات الفائقة للمراكز الصحية التابعة للهيئة وإمكانياتها على صعيد التنافسية العالمية قائمة الاعتمادات شملت مراكز الطوار الصفا ند الحمر المزهر الممزر البدع الخوانيج والبرشة ومركز المنخول الصحي طبعا يعني من فترة نحن أعلننا أن عشر مراكز حصلوا الجي سي آي واليوم يعني نحتفل كذلك باعتماد المجلس العربي للتخصصات الصحية مراكز تدريبية وتعليمية لبرنامج البورد العربي لطب الأسرة أنا أبغى صرة الضوء أكثر يعني إنجازات جميلة والله تتحقق في هيئة الصحة من فترة لأخرى أبغى يعني أصلت تضوء أكثر على هذا الموضوع بس أضيف معايا عبر الهاتف الدكتورة وديعة محمد شريف مديرة برنامج البورد العربي لطب الأسرة في هيئة الصحة في دبي حياة شالله معانا دكتورة مرحبا أبدا حياة كراف محمود يا هلا دكتورة والله إنجاز جميل جدا يضافي لقائمة الإنجازات اللي تحققت في قطاع الرعاية الصحية الأولية بشكل عام وأيضا هيئة الصحة يعني تماما قاعد يتحقق مجموعة إنجازات ويعادة اعتمادات وأيضا اعتماد مراكزنا الصحية كمراكز تدريب لبرنامج البورد العربي لطب الأسرة أعتقد أن هذا إنجاز كبير إنه تسع مراكز موجودة معانا في هذا المجال أول شيء دكتورة قبل لنخوض في تفاصيل هذا الحوار خلينا نعرف الجمهور اللي مش أطباء اللي ما يشتغلون في السلك الطبي شو هو هذا البرنامج شو يعني برنامج البورد العربي لطب الأسرة نعم يهدك العافية ومثل ما ذكرت في المقدمة يعني هي حين حاليا هذا كان عبارة عن برنامج اعتمادي أكاديمي يمكن استرسل فيه في البداية إنه كيف اعتمد المجلس العربي مثل ما ذكرت المجلس العربي للتخطط الصحية اعتمد مؤخرا لأعتراف بتسع مراكز صحية هذه المراكز صحية تابعة لقطاع الرعاة الصحية الأولية في هيئة الصحبة الزي اعترف فيها كمراكز تدريبية تعلمية يعني لبرنامج البورد العربي نحن طبعا لطب الأسرة وشامل الاعتراف مثل ما ذكرت 6 مراكز صحية لإعادة الاعتراف و3 مراكز صحية جديدة نضمت إلى قائمة الاعتراف الـ 6 مراكز صحية اللي كانت معترف فيها صادقا هي الصوار والصفة المنزر البدع والخوانيج والمنخول وهذه كانت كإعادة الاعتراف ونضمتها اعتراف جديد مراكز صحية جديدة وهي مركز البرشة والمزهر ومند الحمر طبعا هذا الاترافية بناء على زيارة قامت فيها لشانت الاعترافة التابعة للمجلس العربي لاختصاصات الصحية اللي هو طبعا المجلس هذا تابع لمجلس وزراء الصحة العربي اللي يضم 22 دولة عربية ولله الحمد كان هذا يعكس التطور الكبير لشهد قطاع خدمة الرعاة الصحية الأولية مثل ما ذكرت في دوري الحمد لله السبع للصاف احنا اعلن حصولنا على اعتماد الـ GTIA وهذا اعتماد دولي للمشاءات الصحية وحين هذا اعتماد عبارة عن اعتماد أكاديمي للمراكز الصحية وإذا أحب شوي أذكر عن البرنامج تفضل لديك سؤال نعم برنامج برنامج بيت تدريب لطب الإسراء اللي تابع لإدارة التعليم الصدي ويعد تقريبا من أقدر البرامج على مستوى الدولة تبدأ البرنامج في 93 ثلاث مراكز صحية وكذلك تبدأ تطبيق برنامج امتحان إزمالة البريطانية اللي هي ملكية الملكية البريطانية ومقرة حاليا في جبيت في 2006 وتقريبا يعني حصل عدد يعني بلغ عدد الأصباء الخريجي من البرنامج 130 حتى نهاية العام الماضي وحصلوا تقريبا من المتخرجين على شهات البورد العربي 119 يعني بلغ عدد الحاصل على شهات البورد العربي من المتخرجين 119 الله الحمد إن شاء الله وأود صراحة بعد في هذا المقام يعني أشيد فوز دورة الإمارات ولله الحمد مؤخرا أما ثلاثا بهيئة الصحة بالبي في انتخابات عبوية المجلس اللي هي انتخابات عبوية المجلس العربي ضمن اللجنة المشرفة على امتحانات البورد على مستوى الوصن العربي اللي نسمى قد يضمن 22 دولة عربية والله الحمد هذا يركز استقب المستوى الصبي المتطور اللي وصلنا ليك الدولة في مختلف التخصصات والعثمات الأكاديمية هذا يشكل صلا يعني ينعكس بشكل إيجابي كبير على كل مراكز الهيئة لأنه بالإضافة لأنه يكون مركز تقديم خدمات صحية يكون مركز أكاديمية لتدريب أقضاء في مختلف تخصصات ومنها تخصص صب الأسرة طبعا هذه هي أسس سمعة المراكز في قطاع العالي الصحية الأولية لأنها تعتمد على أعيام آلة معايير الجودة جودة التدريب المعتمد سواء كان من قبل المجلس العربي ولا الكلية الملكية البريطانية وطبعا الحمد لله اليوم احنا لدينا المرضى يعني يولي المراكز الصحية هم على مستوى ثقافة عالية لذلك أن هذا الثراف يساهم في رفع نسبة الثقافة المتعاملين ولأن المرضى اليوم على مستوى نسبة مراكز ثقافة عالية بالتالي لما تكون عند المراكز الصحية معتمدة سواء كانت كمنشآت صحية ولا كانت من ناحية التدريب والتعليم هذا يعزز الثقاف ويأكد طبعا الحمد لله على مبدأ التطوير المستمر سواء للمعلومات من قبل الجكاثر أو المهارة الصبية بالتالي يعني هم يكونوا على جراير بإحدث الأساليب الوطائية والعلاجية وهذا يعزز متما قدم ثقة المرضى جميل هذا بالشكل مختصر ما شاء الله عليك دكتور يعني خليتك تسترسلين ما قاطعتك لأن شططت يعني كل المحاور اللي عندي بس أبغي أسألة الآن دكتور بعض الأشياء شوي بعيدة عن الموضوع بغي يبسط المسألة وايد حق المستمعين شو هو مفهوم طب الأسرة لما نحن نتكلم عن طب الأسرة شو هو طب الأسرة طبعا التخصص طب الأسرة مثل ما تلنا هو تخصص يخدم الجانب الوقائي كذلك الجانب العلاجي يعني إحنا عندنا إحنا ندرب لأطباع عندنا على أربع سنوات لتخصص طب الأسرة الأربع سنوات هذي في أول سنتين ونص هم يعني يندرجون في جميع المساقات الطبية الموجودة في مستشفيات شو هي هذه المساقات دكتور أنا أبغي ليش أسألت هذا السؤال لأن في عندنا ما شاء الله يعني مجموعة من المستمعين اللي هم من كبار السن أو كذا نحاول نوصلهم المعلومة بشكل بسيط فإذا إذا بقول حق حق يدي ولا أبوي بشرح لطب الأسرة شو ممكن أقول له طب الأسرة من مفهوميتها وككونفت من الأساس مثل حنا نسميها كونفت للخام مليميديسن وجودها في المجتمع كمراكز مثلا ما هي موجودة اللحن في هيئة الصحبة يعني تكون للمجتمع يعني تكون جريبا من المجتمعات مثل ما قلت سواء كان لطبار السن ولا كان للأطفال ففيها جميع المحاول وجميع الخصوص الصحية اللي يحتاجها نعم يعني اللي يحتاجها سواء كان من أول ما يكون من أول ما يولد يعني مجرد ما يولدون يروحون للمراكز الصحية نبتدي إحنا مرحلة والتاني يعني كل المراحل اللي عمرية تكون موجودة وإحنا نتابعهم بشكل مستمر حتى لو إحنا حسجنا وإحنا حولناه وإحنا حولناه للمستشفيات الصحية بس إن إحنا نكون ما زالنا إحنا على يعني إحنا كطبيب أسرة إحنا خط الدفاع الأول فإحنا نحاول يعني الوجه بالطريقة الصحيحة على أي مصاقات هم محتاجين مثل المستشفيات في ثالث ويرجعوا لنا ثاني مرة وإحنا نتابع حالاتهم الصحية سواء كانت يعني صحية ولا مرضية هذا اللي هو توصل لخط الدفاع الأول دكتورة أنتو خط الدفاع الأول وهذا هو التعبير اللي حقيقة يجسد الوصف الكامل لهذا التخصص وأهميته الدول الدول المتقدمة بدأت تهتم بهذا التخصص بشكل كبير دكتورة وانتو من خلال من خلال توفير مثل هذه البرامج حقيقة أنت تدعمون مثل هذه الأمور امتحان البورد العربي خرجت فيه تقريبا 119 طبيب من بدل برنامج مثل ما ذكرتي دكتورة فأعتقد يمكن اللي يميز هذا البورد العربي عن غيره دكتورة هل هي المفاهيم المكثفة اللي تقدم ضمن هذا البرنامج واللي شو ممكن نقول أنه يميز هذا البورد عن غيره البورد العربي البورد العربي وهو ارتأت ارتاع المجلس بصراحة مجلس البورد العربي نحن بورد على مستوى الوطن العربي يشمل 22 دولة العربية بحيث نكون على أعلى معايير جودة التدريب والتعليم على مستوى الوطن العربي بحيث نتأهل المراكز الصحية نكون على مستوى كافي لتخريج أخصاصيين في طب الأسرة على دراية كافية وعلى مصفومية عالية من أعلى معايير الجودة التدريب مثلا ما هي حين الحمد لله عتمد مش بس من المجلس العربي عندنا البرنامج كذلك من القليل الملكية الضريط قريب فهذا يأكس مدى كيف احنا لعنا معايير الجودة معتمدة من حيث التدريب والتعليم بحيث أن المتخرجين من القط من البرنامج ينضمون إلى قطاع رعاة صحية الأولية كموارد بشرية معتمدة عالية في التدريب والجودة وهذا يعكسنا أن خصصا المتخرجين من البرنامج احنا اليوم نشوفهم إن شاء الله على مستوى عالية في الإدارة يعني من أول سي أو هم يكونون متخرجين من البرنامج إلى مدرى الإدارات وغيرهم اليوم هم يعني هم نفذهم هذي لم يخرجين البرنامج صحيح يمكنك تفع مراكز صحية المعتمدة في رعاية الصحية الأولية جميعهم كمدراء ونواب المراكز مخرجين من هذا البرنامج فهذا يأكس الثقة الكبيرة الحمد لله إن حتى قطاع رعاية الصحية الأولية وكذلك هيئة الصحة تدعمها المفهومية ورجع المستوى عالي معترف فيها عالميا ومحليا وبالتالي حتى هالكفاءات حصلت مقامها بسوى مرموقي يعني جميل أنا أبغي أتكلم هنا عن الكوادر البشرية حقيقة وأبغي أشيد في هذا الكوادر البشرية اللي دائما ما تقوم على يعني أعمال التطوير وتحسين الخدمات وأيضا المراكز مثل ما ذكرنا حصلت يعني قبل أسبوع على اعتماد الجي سي آي واليوم نحن نتكلم عن تسع مراكز تابعة للهيئة صارت مراكز تدريبية وتعديمية لبرنامج البورد العربي لطب الأسرة هذه أمور ما كانت تتحقق حقيقة إلا بجهود كادر وظيفي مميز فيه عندهم روح الفريق الواحد فيه عندهم أمكانيات جميلة كوادر تمتلك هذه هذه المعرفة العلمية وأيضا بالإضافة إلى الحب والإخلاص في هذا العمل فأنا حقيقة لا أملك إلا أن نتوجه بالشكر للجزير لكل العاملين في المراكز الصحية الأولية ونشد على إيدكم ونبغي شوي بعد اهتمام أكثر بالجانب الخاص بالعملاء ويعطيكم الف عافية الدكتورة ما أدري عندك كلمة قبل أختم لأن غيروا لنا المخرج قبل نمون على نمرة حين ما شاء الله ياتنا ميثة على التايم تمشي عندت إضافة أخيرة تبغين تقولينها دكتورة يعطيك الف عافية كفيت ورسيت وطرح إذاكم الله خير يمكن بس أنا أحب أأكد على المبدأ الروح للطريق الواحد وطرمعا دايما لما تكون القيادات ماشية في مسار وظيفي واضح بمثل الموظفين فهذا بالدرجة الأولى يعني مصلحتهم الأساسية تصدر رضا المتعاملين فبالتالي كل الكادر الوظيفي يكون بالنسبة لمسار واضح ونشيد على كيل الكفاءات الموجودة وزخم وضخم وقصر يمكن هذا الزامن الحمد لله الكفاءات المجلس العربي الثامن مع اليوم العالمي لطبيب الأسرة هذا 19.5 من الخميس اللطاف والحمد لله مستمر الحملات التوعوية بالنسبة للمتعاملين والمرضى الموجودة المراكز الصحية خلال هالأسبوع لليوم الخميس لهباتر إن شاء الله فالحمد لله أن هذه تامنة هالأحداث مع اليوم العالمي بالتالي هذا يعزز مكانة طبي الأسرة وإن شاء الله تامن في خدمة المتعاملين دكتورة وديعة محمد شريف مدير برنامج البورد العربي لطب الأسرة في هيئة الصحة في دبي نحن شاكرين لك هذه المداخلة وشاكرين لك وقتك وسامحين طلعنات أعتقد من محاضرة وعندك ورشة شيئة بسه مهند الله يعينك تمام مشكورة يا دكتورة يعطيك العافية إذن مستمعين يعني هذا الشهر أقدر أسميه شهر الإنجازات تحققت إنجازات كثيرة في هذا الشهر يمكن بستعرضها لكم بس كبير فاصل لأن برجة تبعينها لحين ميت فاصل مستمعين وارجع لكم صحة وسعادة وسعاكم دوم إن شاء الله بصحة وسعادة وحياكم والله معانا مرة ثانية مستمعين الكرام في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة اليوم يمكن مراكزين شوي على المراكز الصحية الأولية على هذا القطاع اللي قاعد يحقق إنجاز تلو الإنجاز وطبعا للأمانة أنا ليش بتكلم عن الإنجازات اللي تحققت هذا الشهر اللي أتذكرها يعني أول بادي كان عندنا اعتماد عشرة مراكز صحية من خلال أو حصوله على الاعتماد الدولي الجي سي آي اي اللي تعد من الاعتمادات المرموقة عالميا اليوم تكلمنا عن البورد العربي وش اسم اعتماد أيضا تسع مراكز صحية تابع لقطاع الرعاية الصحية الأولية كمراكز تدريبية وتعليمية لبرنامج البورد العربي طب الأسرة أيضا من فترة نحن تحدثنا عن ثلاثة عمليات قلب تم نقلها لواحد من أكبر وأضخم المؤتمرات العالمية اللي حضروا تقريبا عشرين ألف طبيب وعالم في هذا المجال في فرنسا تم نقلها من مستشفى راشد بشكل مباشر أيضا يعني أمسات حتى كذلك حصلوا على تجديد الاعتماد الدولي لقسم القلب أيضا وايد والله نسيت اللهم صلى الله عليه محمد في بعد إنجازين نسيتهم والله يوم إذا تذكرت بخبركم بس ليش أقول هذا الكلام كله هذا الكلام كله أقول لأن حصول الهيئة على مثل هذه الاعتمادات وهذه الإنجازات التي تحقق حقيقة ما تصب في عمل الهيئة فقط لا إنما تعكس المكان المرموقة لإمارة دبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات اللي بدأت يعني تتنافس فيها عالميا وما كان القطاع الصحي ببعيد عنها الاعتماد الاعتماد الدولي الجي سي آي اي اللي قلنا إن هذا الاعتماد من الصعب الحصول عليه أو يعني ممكن تحصل عليه لكن يطلب عمل كبير إنك أنت تقدر تحصل على هذا الاعتماد زايد إنه التحدي الأكبر إنك أنت كيف تقدر تحافظ على مثل هذه الاعتمادات في من المعايير المهمة اللي يهتمون فيها اللي هي معايير الأمن والسلامة وأيضا هي الصحة يعني ويتولي هذا الموضوع بشكل كبير يعني أهمية قصوى ليش لأن من بين الأمور والاشتراطات الكبيرة اللي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار هي الأمن وسلامة المنشآت هنا أنا أبغي استضيف معايا يعني وأرحب معايا حقيقة بأخوي لساد جاسم محمد العلي رئيس قصر مشؤون الإدارية رئيس لجنة أمن وسلامة المنشآت في قطاع الرعاية الصحية الأولية أول شي حياك الله معانا أخوي جاسم ومثل ما ذكرنا نحن أن هذه اللجنة لها دور كبير كان في أيضا المساهمة في الحصول على الاعتمادات اللي الاعتماد فخلنا أخذ المستمعين بجولة سريعة في مهام لجنة أمن وسلامة المنشآت في قطاع الرعاية الصحية الأولية حي أخوي محمود وأشكرك على اللقاء فصراحنا لا يخفع لأن مهام لجنة أمن وسلامة المنشآت تعتبر هذه اللجنة من اللجان الرئيسية من ضمن لجان الاعتمادات الدولية وإذا اضطرقنا عن مهام اللجنة اللجان هذه طبعا اللجنة ماشي على خمس خطط اللجنة خطط رئيسية فالخطة الأولية اللي هي نحن عبارة عن السلامة من الحريق سلامة المراجعين المرضى كل طرق السلامة اللي تحافظ على المرضى وهذا المراجعين من إذا في حالة نشوب حريق لا قدر الله في المبدأ النقطة الثانية عندنا اللي هي نسميها السلامة من المعدات الكيموية اللي تحضر عن طريق شركات النظاف وهذه تخزينها وين نضعها وكيف طريقة المراقبة على هذه المواد الكيموية بعدين عندنا الخطة الثالثة هي عبارة عن سلامة وأمن المباني عندنا مباني المراكز الصحية من جميع الجوانب من ناحية صلاحية المباني عمر الافتراط المباني من ناحية التوصيلات الكهربائية والمواد الصحية إلى إلى آخره عندنا الخطة الرابعة عبارة عن الجانب الأهم اللي هو سيكوريتي الأمن توفير الأمن بكافة جوانبه في المركز أو جميع المراكز هذا اللي خلالنا نحن نتعاقد مع شركات شركات أمن ونخطع لتدريبهم من جميع النواح تدريبهم في كيفية التصرف أثناء نشوب حريق كيفية التعامل مع المراجعين أو المرضى في أثناء زياراتهم للمراكز الصحية وأيضا كيفية تدريب على أمن المراكز سواء كان من خارج المركز أو داخل المركز أو من أعلى المباني المراكز هذه بشكل عام والخطة الخامسة هي عبارة عن الخطة الخاصة بالأمور الهندسية الأمور الهندسية طبعا تتطرق إلى جانبين الجانب الأول الجانب الخاص بالصيانة المباني والجانب الخاص بالأمور الكهربائية إلى آخر والجانب الثاني من الهندسة الخاص بالمعدات الطبية مدى الحفاظ على هذه المعدات الطبية صلاحيات والتشيق الدائم على الورنت إلى إلى آخر جميل أنا بحاول أخذ تفاصيل يعني كل نقطة ذكرتها بشكل أو بآخر أخوي جاسم خلني أبتدي يعني أن لشد انتباهي شوية المواد الكيمياء الكيميائية وتخزينها وأيضا آلية التخلص منها هذه تتبع للجنة اللي انتم مسكينها فأبغير تكلام يمكن هذه تعطي شوية خصوصية مختلفة أكثر عن باقي المباني الغير صحية أو الغير طبية يعني موضوع أمن الحفاظ على سلامة المنشآت وكذا هذا موجود في كل مكان لكن المواد الكيميائية تخزينها آلية تتخلص منها كيفية الحفاظ عليها أصلا هذه المقطة يريد شوي تشرح لي عنها طبعا الشركات النظافة غالبا لما تتعاقد مع شركات النظافة تجلب معها مواد الكيميائية اللي خاصة بنظافة المباني والمرافق الصحية اللي موجودة في الآن فطبعا المواد هذه احنا ارتعينا اللي نضعها في مكان مخزن خاص في المركز والمخزن هذا عبارة عن خزانة خاصة ومقفلة تقفل عن طريق وتفتح عن طريق السوبرفايزر أو المشرف اللي هو الخاص بذلك في حالة احتياجهم لأي مادة من هذه المواد الكيميائية طبعا يفتح أو تفتح الخزانة عن طريق المشرف هذا وفي ليب موجود على الخزانة شو نوع المادة الكيميائية هذه اللي استخدمها أو أخذها من الخزانة هذه ويرجعها مرة ثانية مدون عليها التاريخ والوقت وكل شيء وحين الانتهاء من المادة هذه طبعا تأخذ عن طريق الشركة نفسهم وتدون هناك المادة هذه انتهت الحين وخلصت وخلاص يجيبون أو يحضر مكان مادة ثانية وتسجل مرة ثانية عندها طبعا نحن ارتقينا نحط هذا في مخزن خاص بعيد طبعا عن المركز وبعيد عن متناول الأطفال والمراجعين ولهذا لأن هذا المواد الكيموائية مثل ما تعرف قيم محمود محظورة ومواد سامة وطريقة حتى استخدام إذا ما تمتخزينها بشكل سليم وتخلص منها بشكل سليم قد تسبب كارثة لا سبح الله ممكن نقدر الله فالخزائن هذه موجودة وتفتح المفاتيح موجودة مع المشرف وما حد يفتح الخزانة هذه إلا المشرف الخاص بالشركة نفسه جميل جاسم يمكن من بين الأشياء اللي أنا شفت دائما حتى ذكرت في البرنامج سابقا أن أثناء قدوم المقيمين لتقييم المنشآت المشآت المراكز الصحية كانوا يعني يحاولون يشوفون في الصقف التنديدات هذه شو فيها شو ما فيها التكرم المجاري كيف يتم التخلص أيضا من من المواد هذه اللي ذكرتها أفغي تكلم عن هذه التجربة تجربة الجي سي آي كيف عشتوها أنتو في هذه الفترة شوف المقيم هو جاب عسي قيم كنت وهذا طبعا واحدة أو واحدة مهامة أنه يشيك على الأمور هذه كلها فنحن ارتعينا من قبل أنه ناخذ جميع الاحتياطات اللي خاصة بسلامة المبنى وسلامة المراجعين من هذه النواحي مش عشان المقيم عشان الناس نعم طبعا لأنه عندنا المراجع هو في المقام سلامة المراجع من دخوله للمركز الصحي لحين خروجه أهم عندنا من أي شيء آخر فإحنا احتياطات المبنى من نواحي للسلامة خذناه الحمد لله بالكامل من نواحي للحريق سلامة الحريق من نواحي للتوفير البايبات الخاصة والهوز الحريق سلندرات الحريق المحطوطة في كل المراكز الصحية التشيك عليه عن طريق الشركة البلات اللي محطوط عليه وأيضا فوق هذا وفرنا سي سي تي في كاميرات اللي موجودة في كل يعني عساسي نوفر جميع احتياطات الأمنية في كل مركز هني جاسم أبغي أتذكر أنتو في أكثر من مرة سويتوا مثل تجارب معينة مع تدعون مع الدفاع المدني نعم طبعا احنا في كل مركز هتحاول طبعا الأساس ندخل من ضمن النقاط الخاصة بالاعتماد الدولي تدريب الموظفين في حال حدوث حريق لا سمح الله طبعا احنا بالتنسيق مع الدفاع المدني ولأن كلهم كل شكر واحترام صراحة بتعاونهم معنا في كل مرة طبعا احنا خذنا تجربة تدريب الموظفين بأكمل على العادات وعملنا خطة لتدريب الموظفين في حال حدوث حريق لا سمح الله وفي كيفية اخلاء المبنى في حال حدوث حريق بحيث ما يتضرر ما يتضرر اي موظف او اي مراجع عندنا يعني حال حدوث حريق كيفية استخدام الاطفاء الخاص بالحريق كيفية الخروج او اخراج المراجعين واخراج الموظفين جمعهم الى نقطة واحدة نقطة التجمع نسميه سيمبلي بوينت جمعهم في هذا المكان حتى يتم مباشرة ابلاغ الدفاع المدني والدفاع المدني خلال خمس الى ست دقائق يكونوا موجودين في مكان الحريق لا سمح الله جميل جاسم شو تبغي تقول حق الجمهور بشكل عام عن عن كنصيحة تبغي توجهها لهم او يعني رسالة تبغي توجهها للناس انا اقول لهم احنا دائما يعني معاكم واحنا دائما فاتحين صدورنا لجميع المراجعين وفي المقام الاول يهمنا بصراحة المراجع وهذا اللي خلالنا نقوم بكل النقاط هذه ونجتهد على اساس نحصل على شهادة الاعتماد الدولي والحمد لله والشكر شهادة الاعتماد الدولي لما تحصل على الا بعد جهد وبعد ما انت تشوف تتأكد من سلامة مبانيك من جميع نقاط الخطور فانا اقول لهم حياهم الله في اي وقت عندنا في المراكز الصحية وصدورنا مفتوحة لهم واحنا يعني معاهم في اي نقطة وفي اي مقترح يقترحون لنا مقترح تطويري يطور فيه اكثر واكثر للمراكز الصحية وانا بصراحة يعني اكن كل الشكر ل مدير هيئة الصحة معالي حميد القطامي اللي كان فعلا هو الداعم الكبير لنا في موضوع السعي للحصول على شارة الاعتماد الدولي وايضا لا انسى فضل المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتورة منال تريم اللي فعلا كانت هي النشاط الجهاز المحرك لنا والداعم بنفس الوقت يعني في حال ان نحن احتاجنا لأي شيء الحمد لله المجال المفتوح اللي نشتغل والميزانية مفتوحة والله الحمد لحد ما حصرنا على الاعتماد الدولي جميل اعطيكم العافية وانتمنا لكم التوفيق دايم وايضا انتم تقول حياكم الله نقول الله يبعدكم ان شاء الله عن الامراض وتروحون بس مجرد الرعاية الصحية الاولية تروحون حق الفحوصات الوقائية اكثر مما تكون هذه الزيارات خاصة لا قدر الله ان يكون عندكم حادث او مرض معين سيد جاسم محمد العدي رئيس قسم الشؤون الادارية رئيس لجنة امن وسلامة المشاهد في قطاع الرعاية الصحية الاولية نحن شكرا لك تواجدك معنا ونتمنى لكم التوفيق دائم ان شاء الله شكرا جزيلا اياك الله اخوز اذا مستمعين يعني في شغلة بعد او بغير ذكركم فيها اللي هي حملة التبرع بالدم هذه الحملة العالمية اللي اطلقتها هيئة الصحة بدبي تحت شعار كون الأول في التبرع بالدم واللي يروج لها نجم كرة القدم البرتغالي وريال مدريد كريستيانو رونالدو وتستمر ان شاء الله يعني السنة كاملة بهدف تنمية الوعي المجتمعي بقيمة واهمية التبرع بالدم وايضا تحقيق الكميات الكافية من الدم لمحتاجيها من المرضى طبعا يعني ما بتكلم عن اهمية التبرع بالدم ولا بتكلم عن الفايدة الصحية الخاصة بالتبرع بالدم وشو ممكن تكون مردودة على الجسم لكن بتكلم عن عن مسألة مسألة القيم قيم البذل والعطاء والإيثار هذه القيم اللي أرسى قواعدها فينا يعني شيوخنا وحكامنا الله يحفظهم يطول عمارهم يعني هذه هذه مسألة أسسها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زهايد من السلطان على النهيان رحمه الله وأيضا تابع عليها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد قال انهيان رئيس الدولة وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قال مكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي وأخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى الانتحاد حكام الإمارات دائما ما يركزون وأيضا يعطونا أصلا نماذج واقعية على البذل والعطاء فهيني أنا أقولكم قمة البذل والعطاء هي الواحد أنه يتبرع بدمه لإنسان ما يعرفه فما أعتقد أنه فيه شيء أحلى وأرقى من جذة عموما خلونا نختم معاكم هذه الحلقة اللي نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتم منها مستمعين اللحاب يعطينا مواضيع يبغينا نطرحها في هذا البرنامج ممكن نتواصل معنا عبر حساباتنا في هيئة الصحة في دبي على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال رسال الرسائل للنصية على 4006 بسبب الحين باتر من الساعة 10 للساعة 11 منكم متواجدين معاكم حتى ذلك الموعد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر